في مصر عالم كبير جداً بدأ يظهر بقاله كتير لحد ما كبر وبقى مجتمع بقى اسمه عالم التوك توك سوئين من كل الأعمار مرهقين شباب عواجيز ساعة أطفال بتلاقيهم سايقين بيسرحوا بالتوك توك كده عشان يأكل عيش منهم اللي سب صنعته وشغلنته الأساسية عشان التوك توك بيكسب أكتر ومكسبه سهل وسريع كل اللي محتاجه فلاشة عليها أغاني مهرجانات يفضل يلف في ليل ونهار يوري كده عشان يوصل الناس اللي مش قادرة تمشي جوه المنطقة صدعهم بدوشته خبطه ورزع طول الطريقة في الآخر يتخنق معاهم عشان الأجرة أو ياخد أجرة كبيرة عشان توصيله ما كملتش خطوتين وفي الآخر يلاقي نفسه عامل رقم كبير جداً في آخر اليوم ويروح بقى يجيبه مخدرات جنن على مراته وأطفاله في البيت زي ما عمل كده إيه جوه صابرين اللي شفنا النهاردة وعايز أقول لكم إن إحنا بنحاول في حلقات البرنامج ما نقربش لحل الطلاق أو في يعني بنخليه آخر الحلول ماشي بس في مشكلة قدامنا دلوقتي زي مشكلتك يا صابرين الوضع مختلف تماماً حتى مش عارف أقول إيه إنسان زي ده فعلاً أنا مش عارف أقولك كملي معاه معلش أو أقولك مثلاً يا ستي استهدي بالله ساعة الشطاء تعالين حاول بس ده مدمن ترجمة نانسي قنقر